أشهد الرئيس عبد الفتح السيسي بجهود الوكالة الجامعية للفرانكوفونية مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التابعة للمنظمة الفرانكوفونية لدعم آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنطقة وخلال استقباله عميد الوكالة الجامعية للفرانكوفونية سليم خلبوس أشر الرئيس السيسي إلى الأهمية القصوى التي تليها مصر للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية داعمة للدولة في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف والغايات ومن جانبه أعرب عميد الوكالة الجامعية للفرانكوفونية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس موجهاً الشكر لمصر على دعمها التاريخي للمنظمة ومؤكداً حرص الوكالة الجامعية على توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز التقارب مع مصر يأتي ذلك فيما شهد اللقاء استعراضاً لأوجه التعاون بين مصر والوكالة الجامعية للفرانكوفونية خاصة ما يتعلق بدمعة سنجار للتنمية في أفريقيا والتي تستضيف الإسكندرية مقرها حيث تم التوافق بشأن تطوير التعاون بين الجانبين في إطار إنشاء مراكز لتطوير الإبداع العلمي بمصر يخدم القارة الأفريقية